اشتركوا في القناة والذعر والانذارات على جنبات المحيط المحيط الهادي والمحيط الأطرسي وأيضا ماذا نجد ذعر في مانيلا لماذا قالوا سحاب محملة بالغبار النووي قادمة وهذا يحذر وهذا ينفي وهذا يريد أن يطمئن بأي طريقة إنه عجب عجاب في هذه الخسائر الضخمة التي تتوالى تأثرت حتى شركات رقائق الكمبيوتر شركات رقائق الكمبيوتر وارتفعت أسعار لماذا توقفت مصانع وأيضا سلاسل متاجر عملاقة تغلق حتى في منطقة العاصمة توكيو ولم تخرج سيارة واحدة من سلاسل الانتاج من مجموعات السيارة من مجموعات الانتاج الكبيرة للسيارات وهذه المناطق المختلفة التي عمت فيها هذه الخسائر وتوفير دعوات لتوفير الطاقة لتجنب الانقطاع المستمر للتيار العاصمة تخسر 20% من كهربائها وبعض المدن ليس فيها كهرباء إطلاقا عشرات آلاف البيوت ليس فيها كهرباء على الإطلاق ماذا حصل أليس عندهم قمة تصنيع الكهرباء باستخدام الطاقة النووية انقطع التيار عن نحو 6 ملايين منزل وبدأت عملية الجدولة لقطع التيار في توكيو والمدن المحيطة ثم محاولة استدراك التبعات الاقتصادية الكبيرة لهذه الكارثة في قضية انقطاع التيار كهربائي لأن معنى ذلك أن كثيرا من الأشياء التي تعتمد في التصنيع على التيار ستوقفت توقفت فعلا وحتى تأثر أسعار النفط وغير ذلك لأن هذا المستهلك الكبير قد نزلت طاقته الآن وأيضا ارتفاع عقود الغاز ثم الأشياء العظيمة التي يتحدثون عنها في التلوث النووي فهناك حالات مؤكدة وأربعة انفجارات تتوالى في المفاعلات وهذا مفاعل فوكوشيما الذي حصل فيه هذه المصيبة العظيمة وتعطلت أنظمة التبريد تبريد هذه المفاعلات أدى إلى انفجارها أشياء عجيبة ما كانت في البال ولا في الخاطر ولا في التوقعات ونرى كذلك أيها الإخوة والأخوات كيف وهم يتكلمون تراكم الهيدروجين في المفاعل الأول وهكذا حدث الانفجار وصار على درجة أربعة من سبعة في الحوادث النووية والإشعاعية مستويات للإشعاع تعرض صحة البشر الخطر والناس تتذكر ما حصل في تشيرنوبل وهكذا من فزع إلى فزع من خوف إلى خوف والرياح وقت الانفجار في المفاعل الذي يقع على بعد 240 كم شمال توكيو تهب باتجاه الجنوب إذن المسألة ستنتقل إلى العاصمة وتكتشف المواد المشعة على أجساد الناس وكذلك تتضاعف مستوياتها عن الحد المسموع به كثيرا جدا آلاف المرات وخلايا أزمات تقوم الآن وأيضا وصلت غيوم من هذه الجزيئات المشعة إلى الحذر الآن إلى روسيا وإعلان استنفار هناك أيضا أشياء ضخمة كبيرة جدا من الذي يدبر الكون الله عز وجل من الذي يقدر الأمور الله عز وجل من الذي يعلم الغيب الله عز وجل لا بد أن يكون لنا نحن المؤمنين وقفات إيمانية حول هذا الحدث الكبير والضخم جدا وسيكون ذلك بعد قليل إن شاء الله ونشاهد وإياكم هذا التقرير في مشاهد غير مسبوقة وفي فوضة عارمة عمت أرجاء المعمورة اهتزت الأرض وتزلزلت منبهة الناس إلى قوة ربما غابت عن ألباب العقلاء فضلا عن السفهاء ففي مشهد ملأه الدعر والرعب ضرب أقوى زلزال في تاريخ اليابان السواحل الشمالية الشرقية للبلاد بما تسبب في التسونامي هائل مع أمواج وصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار وصنف خامسا من حيث القوة في العالم منذ عام 1900 والسابعة في التاريخ كما جرف المد أكثر من ألف منزل والكثير من السفن والطائرات الصغيرة بالإضافة إلى حرائق نشب واحد منها في منشأة نووية مما أثار المخاوف من تسربات إشعاعية كما انهار أحد السدود في شمال شرقي البلاد حيث جرفت مياهه العديد من المنازل وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن السلطات عثرت على حوالي ألفي جثة على شواطئ مياجي شمال شرقي اليابان ولتزال أعداد المفقودين بالألاف في المنطقة التي كانت الأكثر تضضرا بالزلزار القوي وفي هذه الأثناء وفي هذه الأثناء قالت الشرطة إن ضحايا أمواجة سونامي في البلاد قد يصل إلى أكثر من عشرة آلاف قتيل بعد أن كانت التقديرات قد وضعت الرقم عند ألفين فقط وكما قالت شركة إير وولد وايد المتخصصة في تقييم مخاطر الكوارث أمس إن الخسائر المؤمنة عليها التي تكبدتها اليابان جراء زلزال هذا الأسبوع يمكن أن تصل إلى 35 مليار دولار مما يجعلها من بين أكثر الخسائر تكلفة في التاريخ فبينما تتصارع كبريات دول العالم في إبراز قوتها الخارقة تقف في لحظة عاجزة عن التنبؤ بكارثة كونية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فبين عشية وضحاها تحولت مشاءات سانداي إلى رفات فأزهقت أرواح وأبتلعت سواحل عامرات فتبدد الضياء إلى ظلماء من شرق المحيط إلى غربه في كارثة لم يمر على اليابان مثلها لتثبت لنا هذه الكارثة أن من كور الأرض قادر على أن يخسفها فأي قوة أمام القوي بل وأي جبروت أمام الجبار فإن كانت اليابان بنفاعلاتها نووية وتقدمها التقني الهائل وقفت أمام تسونام صاغرة فكيف بوقفتنا ونحن لا حول لنا ولا قوة أمام رب الأرض والسماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر